موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الاخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقي والبداية بابرز العناوي موسيقى رئيس مجلس القيادة يشيد بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية موسيقى الألغام الحوثية تودي بحياة 32 مدنيا وإصابة 42 آخرين خلال شهر يناير الماضي موسيقى 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 أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وأستمع العليمي خلال لقائه في قصر معاشيق بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة إلى إحاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات والتحشيدات والأعمال العدائية الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية القادة العسكريين أمام تطورات الأوضاع وإصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة السعادة الدولة ومكافحة الإرهاب وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن تجددت يوم أمس الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران في عدة جباهات بمحافظات تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن الاشتباكات اندلعت في وادي صال شرقا في شرق المطار القديم وجبل هان غربا والدفاع الجوي الشمال المدينة والعنين بالريف الغربي لتعز والشقب الأقروض جنوبي المدينة وأشار محور تعز إلى أنه رافق الاشتباكات تحليق طيران مسير بتزامن مع تحركات مكثفة لميليشيات الحوثي غرب تعز وتأتي هذه الاشتباكات عقب يوم من إفشال الجيش محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في الكدحة بالريف الغربي لتعز بتزامن مع تجدد الاشتباكات في الحمد والزهر بجبهة كلاب شمال شرق المدينة أكد المرصد اليمني للألغام مقتل وإصابة أربعة وسبعين مدنيا خلال شهر يناير المنصر جراء انفجار ألغام وذخائر وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الأرهبية في عدد من المحافظات وقال المرصد اليمني في بلاغ إنه وثق سقوط 32 قتيلا بينهم 14 طفلا وامرأة واحدة وإصابة 42 آخرين منهم 15 طفلا وامرأة جراء انفجار الألغام والعبوات في تسع محافظات يمنية ووضح المرصد الوطني للألغام عدد من الجرحة مجبرون على مواصلة حياتهم بعقات مستديمة وقال المدير التنفيذي للمرصد فارس الحميري إن شهر يناير مثل بداية سنة سيئة لعدد من الأسر اليمنية التي فقدت عائلها أو أحد أبنائها حيث شهد تصاعدا كبيرا في الخسائر التي خلفتها حوادث الانفجارات للألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والمقضوفات من مخلفات الحرب خلال يناير مقارنة بالأشهر الماضية حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من خطورة اعتزام منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة تسليم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطابع مركزية وقال وزير الإعلام إن ميليشيات الحوثي ستسخر الطباعة والمطابع لطباعة الملازم والمناهج التعليمية التي تم تحريفها وتجريفها على مدار سنوات الانقلاب أشار أوزير الإعلام في تصريح لوكالة سبأ إلى أن عدة تقارير دولية أكدت تورط ميليشيات الحوثي في تجنيد عشرات الأطفال عشرات الآلاف من الأطفال والعبثي المتواصل بالمناهج الدراسية بهدف عسكرة الأطفال وحجدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران وضح وزير الإعلام أن الأصلة في مهمة مكتب اليونسيف في اليمن هي العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات وليس دعم أنشطة ميليشيات الحوثي الإرهابية ومناهجها التي تمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للقتال والقتل على النقض من الشعار الذي ترفعه منظمة اليونسيف بشان حماية الطفولة وكافة حقوقها تمضيع قارب المنظمة الدولية وفقا لما تشتهيه مخططات ميليشيات الحوثي الإرهابية حيث تقدم لها المساعدات التي تعزز مشروعها القاتل تحت شعارات خادعة ضاغرها الخير وباطنها الشر المستطير لليمن شعبا وأرضا مزيدا من المقاربة في التقرير التالي لكل طفل كل حق شعار ترفعه اليونسيف نظريا لكنها في تعاطيها مع ميليشي الإرهاب نسفت الشعار بشكل عملي إذ سبق لبنظمة الطفولة أن قدمت دعم لميليشيات الإرهاب العدو الأول للطفولة والأطفال تناقض رفضه كل المهتمين بحقوق الطفولة مطالبين بالتوقف اليونسيف عن تقديم الدعم لقتلة الأطفال كون ذلك إسهاما مباشرا في اغتيال مستقبل الطفولة مطالبات إنسانية لا يبدو أن اليونسيف أولتها الاهتمام اللازم إذ تشير أحدث الخطوات والخطيئات إلى اعتزام اليونسيف تسليم ميليشيات الإرهاب مطابع مركزية وتسليم مطابع مركزية للميليشية أخطر من تسليمها أسلحة قاتلة فالسلاح يقتل فردا أو أفرادا أما المطابع التي تطبع مناهج طائفية تمجد القتل وتعزز الكراهية فتقتال جيلا وتقتل شعبا وتحول الأطفال إلى قتلة يسفكون حتى دماء أقرب الناس إليهم بدم بارد وزير الإعلام معمر الإرياني حذر من تسخير ميليشيات الإرهاب طابعات أعلنت منظمة اليونسيف نيتها شراءها وتسليمها لشقيق زعيم الميليشي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم لطباعة المناهج التي تم تحريفها الإرياني أشار لما أكدته تقارير دولية عن تجنيد الميليشيات عشرات آلاف الأطفال وما تمارسه بحق أطفال اليمن من جرائم مؤكدا أن تعاون اليونسيف مع الميليشيات إنحراف عن مهمتها والأهداف التي تأسست من أجلها مطالبا بوقف إجراءات تسليم الطابعات لميليشيات الإرهاب والتنسيق مع الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية وتوجيه الدعم للحفاظ على الأطفال لا للمساعدة في تجنيدهم فهل تسمع اليونسيف صوت العقل ونداء الأهداف التي تأسست لأجلها وتستجيب للضمير المنحاز لحقوق الطفل الإنسان أم تسقط المنظمة الأممية في فخ اغتيال براءة الطفولة خدمة لميليشيا إيران أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أهمية التعاون المشترك بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة وناقش وزير الخارجية مع نائب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لدى اليمن ديجو زولوف عددا من القضايا المتصلة بعمل المنظمات الدولية والتدخلات الإنسانية ومن أهمها خطة الاستجابة وملاحظات الحكومة عليها وكذلك القضايا التي تقوم بها المنظمة والمتصلة بالمشاريع الإنسانية والتنمية المستدامة وشدد وزير الخارجية على ضرورة تركيز الجهود والخطط المستقبلية على التنمية واطلع وزير الخارجية بل أطلع نائب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية على التحديات الناجمة من الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوث الإرهابية على الشعب اليمني واستهداف منشآتها الاقتصادية والنفطية بظل صمت المنظمات الدولية قالت صحيفة وولستريد جورنال إن القوات الفرنسية الخاصة استولت على زورق محمل بالأسلحة والذخائر التي زودت بها إيران ميليشيات الحوثي في اليمن وذلك كجزء من جهد متعمق لاحتواء طهران وفقا لمسؤولين مطلعين على العملية واضح المسؤولون أن سفينة حربية فرنسية أوقفت في الخامس عشر من يناير سفينة تهريب مشتبه بها قبالة السواحل اليمنية محملة بأكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية ومليون ونصف المليون طلقة وعشرين صاروخا موجها مضادا للدبابات وأشارت الصحيفة إلى أن العملية التي تم تنسيقها مع الجيش الأمريكي تعد نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط يذكر أن العملية الفرنسية هي الأحدث في سلسلة عمليات ضبط الأسلحة التي تشير إلى أن إيران تواصل تزويد حلفائها الحوثيين في اليمن بقوة نارية على الرغم من وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي دام تسعة أشهر والذي أتاح مجالا أكبر للمحادثات السياسية أكدت أوساط تجارية منع ميليشيات الحوثي الإرهابية التجارة من إدخال موادهم التجارية عبر المنافذ التي استحدثتها في عدد من مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة وقالت المصادر إن مئات الشاحنات التابعة لتجار الأخشاب محتجزة لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية في منافذ جمركية استحدثتها بمنطقة عفار في محافظات البيضاء ونهم شرقي صنعاء والراخدة بمحافظة تايز ومنافذ أخرى بعدد من المحافظات يتم فيها فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع والمواد التجارية التي تم استيرادها عبر ميناء عدن وأوضحت المصادر أن الميليشية بدأت عقب احتجاز الشاحنات بالمماطلة لسائقية الشاحنات ورفضت السماح بإدخال المواد التجارية المحملة على تلك الشاحنات ولم تفصح عن شروطها إلا بعد مضي أسابيع من بدء معاناة التجار وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية اشترطت على التجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة وهددت بمتادرة الكميات المحتجزة رافضة بشكل كلي السماح بإدخال بضاعتهم الموقفة أكد مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة مواصلة دعم وإسناد قوات الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وقال مجلس الإسناد في اجتماع موسع يوم أمس في مدينة مارب إلى المعركة مع ميليشيات الحوثي قائمة على تحرير الوطن من المشروع الحوثي الطائفي وشكك في جنوح الميليشيات الحوثية للسلام وأكد اللواء الركن عبد العزيز الشميري أن التعبئة والإسناد لا تقل أهمية في المعركة عن الصواريخ والدبابات وحث اللواء الشميري مجلس إسناد أمانة العاصمة على مزيد من البذل والجهد في إسناد الأبطال بمختلف الجوانب من جهة أوضح أمين عام المجلس وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف أن أعمال المجلس التي استعرضها التقرير السنوي تشير إلى حجم الالتفاف الشعبي مع الجيش الوطني بدوره أكد رئيس مجلس الإسناد أحمد الأشوال أن المجلس سيقف إلى جانب الأطباء الأبطال في معركة الوطن المقدسة ضد ميليشيات الحوثي وقال إن الوقوف مع أبطال الجيش واجب حتمي على الجميع اليوم أقد لقاء المجلس التعبية والإسناد الدوري الرابع لسماع التقرير السنوي لعام 2022 طلعنا فيه على أنشطة اللجنة التنفيذية للمجلس وعلى إساماتها والأنشطة التي قامت بها لدعم الجبهات ودعم الجيش الوطني وإسناده جهود مشكورة بدلتها اللجنة التنفيذية نشكرها على إبداعاتها وإساماتها نشد على يديها لممارسة أو لإقامة كثير الأنشطة ومواصلة دعم الجبهة وإسنادها ونشكر أعضاء المجلس على إساماتهم الفائلة وشكرا دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التعاون معها لحماية الآثار المنهوبة وتسهيل يعادة المنهوب منها إلى البلاد جاء ذلك خلال اللقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربارا ودوار وأشار السفير السعدي إلى المخاطر التي تواجه الموروثة والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب الصراع الجاري وتعرضها للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج دون اهتمام من قبل المجتمع الدولي وشدد السفير السعدي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءاته فعالة وعملية لحماية هذه الموروثات الثقافية اليمنية واتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز العودة الآمنة وتسهيلها للآثار اليمنية والممتلكات الثقافية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ونمها التزامها بمواصلة العمل مع الأطرافه لتحقيق الاستقرار الدائم والعودة إلى الحياة الطبيعية لسكان الحديدة وقالت البعثة في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر إن رئيسها مايكل بيري زار مديريتي الدريهمي وزبيد شنوبي الحديدة والتقى السكان المدنيين فيهما واستمع إلى معاناتهما والتأثير المدمر الذي خلفه الصراع على حياتهم وسبول عيشهم وتعد محافظات الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضررا من الألغام التي زرعتها ميليشية حوثي الإرهابية وتسببت في مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم بدء توزيع الدورة السابعة من المساعدات الغذائية لأكثر من واحد وسبعين ألف شخص في مارب وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان على تويتر إن المساعدات الغذائية تمثل شريان حياة لملايين الأسر في اليمن التي تكافح لوضع الطعام على موائدهم وكان البرنامج قد أعلن برنامج الغذاء العالمي الاثنين تواصله لاتفاق مع سلطة محافظة مارب لتوزيع المساعدات على المحتاجين وذلك بعد يومين من إطلاق سلطات المحافظة تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية جراء تأخير صرف المساعدات في ظل الشتاء القارس نفذ منتسب مشتشفى الشهيد محمد هائل بمدينة مارب وقفة احتجاجية أدان فيها تقليص المنظمات للدعم الطبي للمستشفى وطالب المحتجون باعتماد موازنة تشغيلية ليتمكن المستشفى من مواصلة تقديم خدماته الطبية بعد أن توقفت بعض أقسامه نتيجة انقطاع الدعم نفذ الطاقم الطبي والإداري بمستشفى الشهيد محمد هائل بمدينة مارب وقفة احتجاجية للمطالبة باعتماد ميزانية تشغيلية للمستشفى ليتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ولمطالبة المنظمات الداعمة الوفاء بالتزاماتها وتعاهداتها تجاه الدعم الإنساني للمستشفى وإيقاف قرارها بتخفيض مستحقات الأطباء والممرضين الناشد الأخوة في الحكومة ووزارة الصحة والمحافظة بإيجاد موازنة تشكيلية للمستشفى الشهيد محمد هائل والناشد الأخوة في المنظمات والجاهة المانحة بالعدول عن قرارهم في تخفيض 65% لحيث المستشفيات تصاب بشلال جزئي إذا توقف الدعم عنها حملت الوقفة الاحتجاجية المنظمات والجهات الحكومية مسؤولية تعثر الخدمة الطبية وتوقف بعض الأقسام الطبية في المستشفى الوحيد للأمومة والطفولة في المحافظة مطالبين الحكومة بسرعة اعتماد موازنة للمستشفى تتوافق مع الإقبال الشديد الذي يشهده من مئات الآلاف من النازحين من النساء والأطفال نطلب من المنظمات الإفاءة بتعاهداتها تجاه المنظفين بدعمهم بمرتباتهم ثم بدعم المستشفى بالمطلبات الأطفال ما لم يفعل المستشفى سوف يتوقف عن العمل نتيجة العدم الإفاءة من النظمات بتعاهداتها ومنها من النظمات الصحية العالمية أدى تخفيض الدعم وعدم وجود موازنة للمستشفى إلى توقيف قسم الطوارئ التوليدية الذي يقدم خدمات طبية متنوعة حيث بلغت عمليات الولادة الطبيعية في المستشفى العام الماضي أكثر من 2600 حالة فيما نفذ المستشفى قرابة ألف عملية قيصرية خلال العام بالإضافة لبقية الخدمات الطبية التي تشهد إقبالاً كبيراً وازدحاماً يفوق قدرة المستشفى المستشفى الشهيد يقدم خدمات كبيرة في عام 2020 أكثر من 2600 أولادة طبيعية وما يقارب ألف عملية قيصرية وعدد المترددين كما تشاهدوا وتلاحظوا ومنكلات زياراتكم المتكررة الأعداد كبيرة جداً جداً والخدمات كبيرة ونشتغل بدون موازنة تشغيلها بدون نفاقات تشغيلها وكانت المنظمات قد اتخذت قراراً بتخفيض الدعم للخدمات الطبية بنسبة 65% ما يهدد المستشفى بالشلال التام في تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين وخصوصاً في مجال الأمومة والطفولة محمد القليصي لقناة سهيل مأرب تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من ضبط شحنتين من الحشيش المخدر في عمليتين منفصلتين أثناء محاولة تهريبهما إلى ميليشية الحوث الانقلابية في العاصمة صنعاء وقال مصدر أمني بشرطة مأرب إن النقاط الأمنية التابعة لقوة الأمن الخاصة على مداخل المحافظة ضبطت الشحنة الأولى على متن باص أجرة فيما تم الضبط الشحنة الثانية كانت العصابة تحاول تهريبها على متن شاحنة وأشهد قيد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد سليم السياغي باليقظة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به الأفراد على النقاط الأمنية عند مداخل ومخارج المحافظة وثمن الدور الكبير لأبناء مأرب الشرفاء وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية بما شأنه تعزيز حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة شيع أبناء مدينة تعز ظهر أمس الأربعاء الشهيد الدكتور عبدالله القيسي الذي اغتالته آياد الغدر والخيانة أثناء خروجه لصلاة الفجر في حي الجمهوري وسط مدينة تعز وعلنت الأجهزة الأمنية يوم أمس أنها تمكنت من إلقاء القبض على المشتبهين في الجريمة التي طالت رجل القانون الدكتور عبدالله القيسي وأنها تواصل التحقيق وستكشف نتائج ذلك للرأي العامة محمد الرحيم اليوم تم تشييع الشهيد الدكتور عبدالله القيسي وقد قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على بعض المشتبه بهم وسيتم ملاحقة بقية المطلوبين وتقديمهم بعد ذلك إلى الجهات المختصة لنيل جزائهم الرادع يعجز كثير من المرضى وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة عن شراء الأدوية بصورة منتظمة نظرا لارتفاع أسعارها بشكل مستمر وسط مطالبات بتوفير هذه الأدوية بأسعار مجانية أو رمزية الحصول على الأدوية العلاجية صعوبة يتكبدها المواطن لكنه يتقبلها بشيء من الإكراه والمشقة والعجز نظرا لارتفاع أسعارها بشكل متسارع فكثير من المرضى يأخذ من العلاج ما كان قليل الثمن دون السؤال عن أنواع الشركات المصنعة وجودة إنتاجها فيأخذ أدوية تتناسب مع دخله وتعالج مريضا ولو طالت فترة التشافي في المستشفى الآن عندي ولد مريض ما قدرت على أدواء الوضع مزري صراحة الخلج التعبانين والشيء الثاني نحن صراحة في المستشفى الآن أدوية كثيرة غالية ما نقول أن نأخذها نأخذ من الخبيب لمشي الحال فملك الصيدليات تمتلئ سجلات ديونهم بمبالغ باهظة نظرا لعجز الكثير من المرضى على سدادها وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يأخذون علاجهم بصورة مستمرة فهم يجدون فوارد كبيرة في سعر الدواء عن كل شهر مما يصعب عليهم سدادها دفعة واحدة في ظل ظروف مرضية تمنعهم من ممارسة أعمال بشكل طبيعي المريض يعني يضطر يضطر أنه يشتري اللدوية يعني يشتريها بشكل عام يعني كما الوصفات يقول لك أمرك يسعر اللدوية بشوفها هل نقدر لها ولا ما قدر لها الوصفة وأنت يعني تسعر اللدوية إذا هو مقدر عليها يضطر يشتريها وبعضهم يقول لك يا أخي سيلها علي وتعرف بعد مرضى ما يشعر لهم فلوس ولا شيء يعني رواتفهم شوية قدير ويعانوا من بعض الأشياء كما الدخل يعني يقول لك سيلها ويسيلها ويسيلها في الدفتر وتبطي في الدفتر يعني تقع ثلاثة شهر أربعة شهر شهرين ويرفع لك إيها بتقسيط بعضهم يقول لك صبر علي صبر 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 بعضهم يقول لك صبر علي بعض الديون صليمان قريب السنة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى يسعى دائما إلى تعزيز إرادات الدولة دون التفكير في المواطن ومرعاة دخله والذي أدى إلى رفع أسعار الجمارك بنسبة خمسين بالمئة إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل الدولي وعدم استقرار العملة المحلية كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية يقول الملاق الوكالات الدوائية تعود ارتفاع أسعار الأدوية إلى عدة عوامل من ضمنها أول ارتفاع النقل الدولي في نفس الوقت ارتفاع الجمارك فالجمارك كانت تكلف لها أقل من الفترة الأخيرة أما الآن تكاليف الجمارك تكاليف كبير تختلف الأدوية العلاجية عن بقية السلع الاستهلاكية الأخرى فالدواء مرهون بحياة المريض وموته فيضطر المريض توفيره بشتى الطرق مهما كانت الأسباب ولو باع ما بوسعه أو رهن وثائق أملاكه الخاصة فالصحة والعافية لا تقدر بثمن عند من فقدها فهم برماده قال السهيل سيئون ناقش لقاء برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر الإشكاليات المالية لموظفي مكتب الصحة العامة والسكان والنفقات التشغيلية للمستشفيات العامة بمديريات المحافظة وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وأكد اللقاء على أهمية الإسراع بتصليح آلة الصراف الواقع أمام مستشفى الغيظة المركزي وكذا ربط بعض الصرافات والتعامل معها كوكلال البنك التسليفي الزراعي لتسهيل إقراءات استلام الموظفين لمستحقاتهم المالية بكل سهولة وأشدد اللقاء على ضرورة مخاطبة وزارة الصحة بالصعوبات التي تواجهها المرافق الصحية بالمحافظة ومطالبتها بدعمها حتى تتمكن من تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين إلى جانب رفضها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة مشاهدنا نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس مجلس القيادة يشيد بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية الألغام الحوثية تودي بحياة 32 مدنياً وإصابة 42 آخرين خلال شهر يناير الماضي اليونسيف جهود حثيثة في خدمة الحوثي وتحذيرات حكومية من تزويد المنظمة للميليشية بمطابعة مركزية في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة